مرحبا بكم أصدقائي في قناة معلوماتي ومنوعاتي توتي أنتونا في فيديو اليوم سنتحدث عن لماذا تغير القطة مكان أولادها؟ أسباب لم تسمع عنها من قبل قد تكون أعددت عشا مريحا وهادئا من أجل ولادة قطتك ولكنك قد تجد القطة الأم بعدما ولدت قد نقلت قطتها الصغيرة لمكان آخر فما أسباب هذا السلوك؟ ولماذا تغير القطة مكان أولادها؟ تعرف على الإجابة في هذا الفيديو نقل القطة لصغارها هو سلوك طبيعي فطري غريزي سواء في القطة المنزلية الأليفة أو قطة الشوارع أو القطة البرية فكل القطة متشابهة في أنها تفضل العثور على مكان آمن لقطتها الصغيرة ستقضي القطة بعض الوقت في البحث عن أماكن للولادة وإذا شعرت القطة الأم أن المكان قد تم اختراقه وغير آمن فقد تغير هذا المكان أما بالنسبة للقطة التي تعيش في الخارج قد تتضمن أسباب تحديك الأم لصغارها وجود الحيوانات المفترسة مثل الكلاب والطيور الجارحة أو التعرض للطقس السيء هل تغير القطة مكان أولادها على الرغم من أني أعددت عشا مريحا لها؟ ربما تكون قد قضيت بعض الوقت والجهد أثناء فترة حمل قطتك التي تبلغ حوالي شهرين في إعداد مكانا لطيفا ومريحا لقطتك لتلد أطفالها ولكن قد تتجاهل قطتك هذا العش وتتجه لمكان آخر حيث من المعتاد أن يكون لدى القطة تفضيلاتها الخاصة حول المكان الأفضل بالنسبة لولادتها والعناية بقطتها الصغيرة حيث تفضل معظم القطة مكانا هادئا وآمنا حيث تترك هي وقطتها الصغيرة بهدوء إذا ولدت القطة الأم في مكان به الكثير من الضوضاء أو الأضواء الصاطعة أو حركة السير على الأقدام فمن المحتمل أن الناس تبحث عن مكان أكثر عزلة للولادة وحتى إذا اختارت مكان الولادة بعد البحث فقد تقرر نقل قطتها الصغيرة والخيارات الشائعة تكون خلف أو تحت الأرائك والكراسي والأسرة وفي الأدراج والخزائن والصناديق نصائح هامة للعناية بالقطة الأم وصغارها قبل أسبوعين تقريبا من تاريخ ولادة قطتك قد تلاحظ أن قطتك تتصرف بشكل مختلف عندما تدخل في وضع التعشيش ولمساعدتها يمكنك البحث في منزلك عن مكان ولادة مناسب لها ابحث عن صندوق متوسط الحجم بفتحة منخفضة وقم بتغطيته بالصحف والمناشف القديمة والبطانيات الناعمة لخلق منطقة مريحة للأم وصغارها المستقبليين كن صبورا ودع القطة الأم تعتني بقططها الصغيرة في مكان هادئ وخالي من وجود الأطفال والحيوانات الأخرى يجب عليك التأكد من أن لدى القطة الأم الكثير من الطعام والماء العذبة في مكان قريب وأن تراقبها بحثا عن علامات القلق وإذا بدت قلقة فقد تشعر أن قطتها غير آمنة لذا امنحها المساحة والوقت للإسترخاء في محيطها مع عائلتها الجديدة ترغب القطة في بعض الخصوصية فلا تزعج القطة الأم وامنحها مساحتها الخاصة كي تشعر بالأمان ولا تقوم بنقل صغارها يعتقد البعض أن من الأفضل الانتظار لمدة ثلاثة أسابيع قبل التعامل مع القطة الصغيرة وبالتأكيد لا يجب أن تتعامل معها قبل أن تفتح أعينها يجب أن يكون تفاعل الأطفال مع القطة الصغيرة محدودا يجب أن يكون دائما تحت إشراف البالغين يجب أن الجميع غسل أيديهم قبل التعامل مع القطة الصغيرة إذا صادفت قطة صغيرة تعود للقطة الضالة أو قطة الشوارع بالخارج فلا تفترض أن الأم تخلت عن صغارها أو تعرضت للأذى فغالبا ما تكون الأم قد خرجت لتأمين الطعام فمن الأفضل الانتظار للمعرفة ما إذا كانت الأم ستعود لقطة الصغيرة أم لا قبل تقديم المساعدة للقطة الصغيرة كان هذا فيديو اليوم أرجو أن يكون قد نال إعجابكم